هناك ميليشيات وقحة نعم هناك ميليشيات وقحة بس لا يجب ان يكون التيار ايضا وقح انا لا زلت اؤمن ان التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال ستين دقيقة اذا لم ينسحب حتى من الاعتصام امام البرلمان فانا ابرع حتى من التيار مظاهرات سلمية ماشي لا مو ماشي حتى مظاهرات سلمية بعد ما رد وطني بعدما كان اسيرا للفساد هو الان اسير للفساد والعنف ممعا والعنف اسير الفساد واسير العنف مع شديد الاسف انا كنت اأمل ان تكون هناك احتجاجات سلمية بالاكفان بالايدي بالقلوب الصافية بالقلوب المحبة لوطنها مو تروح تركض على الرصاص على القاذفات وعلى الهوانات بئسة الثورة هذه بعش تريد بئسة الثورة اتبرأ من عناصر التيار الصدري اذا لم ينسحب من البرلمان خلال ستين دقيقة نداء جاء من الصدر لتهدأ بغداد بعدما كادت تنزلق الى حرب اهلية فتحولت العاصمة العراقية الى ساحة حرب خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وحبست انفاس العراقيين ولكن كيف كان المشهد المنطقة الخضراء شهدت اسوأ قتال منذ سنوات على وقع استخدام مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة منها الهوان والكاتيوشيا خريطة الاشتباكات بدأت هنا في ساحة التحرير على مداخل المنطقة الخضراء ووصلت الى جسر الجمهورية ومن ثم بوابة الدفاع وبوابة التشريع المواجهات امتدت ايضا الى مبنى البرلمان وصولا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في منطقة الاشتباكات هذه تمركز عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري حيث اشتبكت مع مجموعات مسلحة تتخذ من عمق المنطقة الخضراء مكانا للمواجهات حيث نشرت وحدات مدرعة من الفرقة التاسعة للجيش داخل المنطقة الخضراء فيما شددت عمليات بغداة التفتيش عند مداخل العاصمة لمنع دخول الاسلحة والمتفجرات وسمحت فقط بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بعد تفتيشها هذه المواجهات امتدت ايضا الى محافظات البصرة وميسان وذيقار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة